بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي في درس جديد لموضوع فتح العلاب لمادة المهارات الحياتية والأسرية حتى نستفيد سويا من درسنا لهذا اليوم هناك مجموعة من القوانين يجب علينا اتباعها ما هي هذه القوانين؟ أبحث عن مكان هادئ أجهز اللابتوب أو جهاز الجوال للاستعداد للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة للطالب موضوعنا لهذا اليوم هو فتح وإغلاق العلب الهدف العام أن يتعرف الطالب أو الطالبة على كيفية إغلاق أو فتح العلب الأهداف الخاصة هي أن يفتح الطالب أو الطالبة العلبة المعدنية باستخدام المفك أن يفتح الطالب أو الطالبة علبة المياه باستخدام يديه أن يفتح الطالب أو الطالبة العلب الغازية باستخدام مفك العلب أن يفرق الطالب أو الطالبة بين طرق وفتح العلب المختلفة حسنا طلابي وطالباتي هناك مجموعة مختلفة من العلب بأشكال مختلفة يجب علينا ماذا القيام بفتحها أو إغلاقها كما سترون هنا بالشاشة يوجد لدينا علبة ماذا علبة ماء حسنا يوجد لدينا علبة ماء أو قد تكون علبة لمشروب غازي أو عصير كيف يجب علي معلمتي أن أقوم بفتحها وماذا والشرب من هذه العلبة حسنا طلبي وطالباتي أولا أمسك العلبة بشكل صحيح أضع يدي على الغطاء وأقوم بماذا بتثبيت يدي هكذا هل تشاهدون أقوم بالقبض على الغطاء وبعد ذلك إدارته إدارته لقد قمنا بماذا الاستدارة لقد قمنا بالاستدارة هيا أغلقه الآن هيا سأقوم بفتح العلبة هيا هكذا أضع يدي بعد ذلك ماذا قمت بتثبيت العلبة أضع يدي هكذا على ماذا الغطاء بعد ذلك أقوم بمسكه بقوة هيا مسكته هيا لنقوم بالاستدارة ماذا ما الذي حصل قمنا بفتح الغطاء حسنا معلمتي انتهيت من الشرب أريد الآن الإغلاق أضع الغطاء على الفتحة أقوم بالمسك مرة أخرى وأقوم بالاستدارة بالاتجاه المعاكس قمنا بالفتح هكذا ونقوم بالإغلاق بالاتجاه بالاتجاه المعاكس هكذا الفتح يكون ماذا إلى اليمين أو عفوا إلى اليسار عندما أقوم بالإغلاق ما الذي أقوم بعمله أتجه إلى العكس إلى اليمين أحسنتم طلابي وطالباتي هكذا كانت طريقة فتح علبة الماء حسنا من أشكال العلب المختلفة ليست فقط العلب البلاستيكية للماء أو العصير يوجد أيضا علب معدنية كعلب التونة أو علب بعض مثلا الفول أو الفاصولية أي علب أخرى لها طرق عديدة ومختلفة للفتح انظروا هنا يوجد علب معدنية ذات قابس استطيع فتحه كما تشاهدون هنا في الصورة قد تكون يوجد هذه علبة معدنية هذه علبة معدنية قد يوجد فيها هذه القطعة الصغيرة أقوم بفتحها هكذا وقد لا تكون متواجدة أو قد تكون متواجدة ولكن مع حركات خاطئة أو محاولة الفتح قد ماذا ما الذي ممكن أن يحدث عند محاولة لفتحها كما يحدث دائما معنا قد ماذا قد تسقط أحسنتم قد تسقط هذه القطعة إذن ما الحل ما الحل عندما تسقط هذه القطعة أوه انظروا عند محاولة للفتح ما الذي حدث سقطت هل لا يوجد حلها ستبقى العلبة مغلقة لا هناك آداة يطلق عليها ماذا المفك هذه آداة يطلق عليها ماذا المفك أقوم بوضع المفك هكذا هل تشاهدون أقوم بوضع المفك هكذا هنا على طرف العلبة أقوم بمسك المفك هكذا وأقوم بمسك هذه الأجنحة المتواجدة هنا والاستدارة والاستدارة هيا شاهدوني الاستدارة الاستدارة نقوم بالتحريك هكذا وننظر إلى أصابعي تضغط وتحرك تضغط وتحرك هل تنظرون بدأ في الخروج لقد قمنا بفتحه لقد قمنا بفتحه نستطيع الآن إخراج حسنا قمنا طلابي وطالباتي بفتح العلبة المعدنية باستخدام المفك باستخدام المفك إذن توجد علب معدنية مختلفة قد تكون بقطعة خارجية أقوم بفتحها أو قد لا تتواجد أو قد تسقط أو قد تنكسر في محاولات العديدة للفتح فيوجد إذن ماذا المفك حسنا طلابي وطالباتي هنا في الصورة أدوات عديدة وطرق فتح عديدة ومختلفة لكل آداء أو لكل علبة طريقة فتح خاصة بها هناك طريقة فتح باستخدام اليد هناك طريقة فتح باستخدام المفك هناك طريقة فتح باستخدام شكل مفك آخر خاص بالعلب الغازية أو العصيرات حسنا هيا أي العلب هنا نقوم باستخدام اليد فيها هيا سأقوم الآن بالإشارة شاهدوا أين تذهب يدي يدي أستخدمها مع هذه العلب هنا بالأعلى أمسك العلبة وأقوم بفتحها مثل ما فتحت مع علبة الماء مثل ما فتحت مع علبة الماء هل استخدمت مفك؟ هل استخدمت المفك لفتح العلبة الماء؟ لا ليست طرق الفتح جميعها واحدة با المختلفة مثل علبة الماء أستخدم يدي العلب المعدنية ماذا استخدمنا؟ المفك المفك أيضا العلب الغازية نستخدم ماذا؟ شكل آخر من المفك شكل آخر من المفك حسنا هيا سنصل كل صورة بطريقة الفك الصحيحة حسنا يدي ذهبت إلى العلب التي فقط أقوم باستدارة الغطاء المفك للعلب المعدنية المشروبات الزجاجية الغازية أو بعض العصيرات الفوارة ماذا؟ مفك بهذا الشكل هكذا أمسك العلبة وهكذا إن شاء الله سنشاهد هذه الطريقة في درس قادم هيا طلابي وطالباتي أحضروا الكتب والأقلام وفتحوا الكتاب على نشاط رقم 5 هيا يقول النشاط أرسم خط تحت صورة الآداة المستخدمة لفتح العلب هيا لقد قمنا اليوم بنشاط فتح العلب المعدنية ماذا استخدمنا طلابي وطالباتي؟ هيا هل استخدمت مقص؟ لا ماذا استخدمت إذن؟ ما الذي قمت باستخدامه؟ هيا هم هم هل هذا هو؟ أم هذا؟ ها أحسنتم المفك نستخدم المفك لفتح العلب المعدنية أحسنتم هيا قمت بوضع خط تحت المفك هيا أين ستقومون بوضع الخط أنتم؟ هيا على المفك طبعا هيا سأقوم بالانتظار أرسموا خطا تحت المفك هيا افتحوا الكتاب على نشاط رقم 1 يقول النشاط ضع نجمة أسفل صورة الطفل الذي يمسك العلبة بشكل صحيح عند فتحها طلابي وطالباتي عندما أقوم أو أريد بفتح علبة الماء هل يصح أن أمسك علبة الماء هكذا وأقوم بفتحها؟ كما يتواجد هنا في الصورة؟ هم هكذا تفتح علبة الماء؟ ها أم أقوم بمسكها مسكها ووضع يدي على الغطاء والاستدارة دابد من تثبيت إذن العلبة ومسكها إذن ما هو التصرف الصحيح؟ هيا أحسنتم هذا هو التصرف الصحيح لفتح غطاء العلبة هذا هو التصرف الصحيح لفتح غطاء العلبة هيا نشاط رقم 2 أقول لك ما الطريقة الصحيحة لفتح علبة الماء؟ أرتم دائرة حول الصورة الصحيحة لقد قمناها للتو لقد قمنا للتو بفتح علبة الماء هم هل فقط أمسكها بيد واحدة هكذا؟ هيا انفتحي يا علبة هل ستنفتح؟ هم هيا لماذا لا تنفتح العلبة؟ لماذا؟ أنا أمسك بها هذا تصرف خاطئ إذن لابد أن أقوم بماذا؟ به هكذا ماذا؟ انفتح غطاء العلبة إذن ما هو السلوك أو الطريقة الصحيحة لفتح علبة الماء؟ هل هذا فقط الإمساك أم الإمساك؟ ووضع اليد على الغطاء وتحريكه أو الاستدارة به أحسنتم بارك الله فيكم إلى هنا ننتهي طلابي وطالباتي من درسنا لهذا اليوم هناك مجموعة من التعليمات التي يجب علينا اتباعها لابد أن تشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها لابد من مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب أو الطالب عند التدريب أن تجزأ المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها أيضاً لابد من أولياء الأمور تعميم هذه المهارة في المنزل من خلال إحضار بعض العلب وتعليم الطالب أو الطالبة كيفية فتحها وكيفية استخدام المفت بشكل صحيح لزيادة استقلالية الطالب وتقليم اعتماديته أيضاً إحضار بعض العلب سواء غازية أو عصيرات أو مياه وتعليمه بطرق العديدة أو المختلفة لفتح العلب إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استوداتكم الله إلى اللقاء